الله ياسي حمد شوف معي احنا مسؤوليتنا امام ربي كبيرة خاصة النخبة واقصد بالنخبة هو كل انسان تلقى من المعاني ومن القيم بالقدر الكافي انا لا يشرفني دكتور مثلا يملك شهادات عليا ويده لا تمتد الى مجتمعه جميل ولا يشرفني امام يملك خطابة عليا ولسانه لا يمتد الى خدمة مجتمعه ولا يشرفني طبيب حاذق وله قدرات عليا ولا يساهم مع مجتمعه في الطبقات التي تحتاج منها المساهم لكن يشرفني انسان لا يملك قدرات عقلية وذهنية ولكن يملك يدا يعني ينظف بها شارعة ولا مثلا يميط بها الاذاء ولا يحرص حتى بيته وبيت جيرانه ولا يحرص حتى ولداته ولدات جيرانه فالانسان اني نقول لك الانسان والمجتمع يتقدم بمقدار مساهمة الناس فيه الناس لازم عليها تنحي قولة اي الدولة غايبة اي البلدية غايبة اي الولاية غايبة انا اقول او المجتمع غائب جميل جدا لان لو يكون المجتمع حاضر اذا ثبت تقصير البلدية المجتمع يروح للبلدية المثقف يروح للبلدية ولما يروح للبلدية من باب يجمع رانا حينة متوسخ ورانا حاضرين ارواحنا بشن نضفوه اعطونا الياتكم وعطونا قدراتكم وعطونا مثلا مساعدتكم رح يلقى السند ورح يلقى العون او على الاقل قال يا بلدية هذه البؤرة خطيرة يعني تأدي الى الخلل ولا تأدي الى التلوث ولا تأدي الى الضرر يعني ارواحوا حلوا هذه المشكلة رح يستجيبوا ليه اما اذا كان شاف الانسان وسب الظلام وشاف الانسان ويعني هبط لديكلونشا كل هذوك القواء اللي تضوي رح يولي هو في حد ذاته بؤرة اضافية احنا نحبه نشوفه الانسان اللي يفتح الطريق اللي يبدأ قال يالله على بركة الله والله يعجبني واحد الكلام يعني قيله على واحد من مسؤولين الدول الاسيوية قال لك واحد الحاكم من الحكام يعني حبي حبي اكتشف المجتمع انتاها واش قال قال العوان انتاها ديرولي حجرة كبيرة في الطريق في الطريق الرئيسي نعم وبدت الناس فيتا وقال لهم شوفولي شكون اللي يبدأ نحانها بدت هذيك الناس تمشي واحد يجي وشوف هذيك الحجرة سادة الطريق واحد يهز التليفون يكلم رئيس البلدية واحد يكمل الولايات واحد يكلم الأمن واحد يكمل كذا قال لهم الإنسان اللي يبدأ في نحانها قلولي عليه خلي ندير لهم يضاي قالهم يا ناس انتم فنحدثها هذي كل علواش واحد دي واحد متوسط بوزير واحد متوسط برئيس جاء واحد ضعيف قالهم عليش هيا ابدو يا الله كل نبدو انه كاش ما نزيحوا هذا نعم ونبقوش نسنوا نبدو نزيحوا هذا الحاجر صحيح صحيح بدو يزيحوا القو على انه تحتها كنز كبير اللي بدا يزيح عطوها ذاك الكنز وحضر الرئيس قالهم نريد نريد من المجتمع ان يبدأ يزيل كل العوائق ما هو شي ينبه الى العوائق فقط وان كان التنبيه قد يكون نقطة ايجابية التنبيه قد يكون نقطة ايجابية